السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحيكم من قناتي مذكرات ممرض اليوم رح نتكلم عن الجزء الثالث عشر ويمكن يكون الأخير كل مرة بقول الأخير من تخصصات بالتمريض أمرك ما زمات فيها ويمكن تكون مش موجودة إلا في أمريكا معلش السلسلة هاي طولت بس أنا كل يوم بتذكر تخصص أو اثنين بضيفهم على المجموعة كل ما يصيروا ثمانية أو عشرة بعمل لهم فيديو منفصل هذا الفيديو رقم ثلاثة عشر أتوقع أنه كملنا المية أو تجاوزناهم أكثر من مرة تكلمنا عن التمريض التوليد تمريض النسائية تمريض المتيرنتي اللاكتيشن كونسلتنت خبيرات الرضاعة في تخصص اسمه الومن هيلث نيرس بتعالج السيدات لكن بتركز أكثر على السيدات اللي ما فيهم إشي أنك تعملينهم وقاية من الأمراض أنت بتركز على رعاية النساء سواء في شبابهم قبل الحمل خلال الحمل بعد الولادة أو حتى بعد بلوغهم سن اليأس لما يبطلوا يحبلوا أصلا لازم يكون معاك باكالوريس إنكليكس ومع أنه مش ضروري إلا أنه بعض البنات بيكملوا ماجستير سواء نسائية قبالة فاميلي ميدسين شو مكان لازم يكون عندك خبرة بالتمريض النسائية أو التوليد أو تنظيم الأسرة أو الومن هيلث في عيدات خاصة للومن هيلث وعادة بتشتغلي بالتمريض العام ميديكل سيارجيكل شو مكان بعدين توليد بعدين بتتخصصي بهاي الشغلة ممكن تأخذ رخصة وومن هيلث نيرس بركتيشينير بتأخذي ماجستير بعدين هاي الرخصة اللي بتعطيها الناشونال سيرتيفيكيشن كوربوريشن وهاي بتتخذ بعد ماجستير أو دكتوراه مع اجتياز امتحان رخصة الومن هيلث نيرس أو بتأخذ رخصة سيرتيفايد نيرس ميدوايف حكينا عنها قبل هيك واللي بتعطيها الامريكان ميدوافري سيرتيفيكيشن بورد ولازم يكون عندك رخصة من نقابة التمريض بالولاية ولازم تجدديها بعد أخذ عدد معين من الدورات بيختلف حسب الجهة اللي منحطك الترخيص كل ثلاث أو خمس سنين حسب انت وين ساكنة في تخصص اسمه الأكيوت كير نيرس اللي هو بتعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة واللي بتحتاج رعاية طبية طارئة جدا هذا غالبا بيشتغل يا إما بقسم طوارئ يا إما بقسم آي سيو لازم يكون معك بكالوريس إنكليكس ولازم تأخذ خبرة أو يكون معك ماجستير أو دكتوراه بالتمريض لكن مع التركيز على الأكيوت كير رح تأخذ رخصة اسمها أكيوت كير نيرس براكتشينير من الأمريكان نيرسينك ريدينشيلينك سنتر أو رخصة أكيوت كير نيرس براكتشينير من الأمريكان أسوسياشن أوف كريتيكال كير نيرس اللي هي منظمة ممرضين الرعاية المركزة ويستحسن كون عندك خبرة في مستشفى أكيوت كير أو قسم أكيوت كير داخل مستشفى لأنها تُعطى برميزة وعشان يتجدد الرخصة لازم تأخذ عدد من الدورات بيختلف من ولائلة الثانية العكسه اللي هو اللونغ تيرم نيرس انت بتعالج المرضى اللي بيحتاجه رعاية طويلة المدى أو طول العمر أو معاقين سواء كانوا مسنين أو معاقين لازم يكون عندك باكالوريس انكليكس البعض بحصل على ماجستير بالتمريض أو دكتوراه وممكن تأخذ سيرتيفايد نيرس أسيستنت رخصة سيرتيفايد جيرياتريك نيرس اللي بعطيها الأمريكان نيرسز كريدينشالينك سنتر ويستحسن وجود خبرة بالتمريض خصوصا قسم اللونغ تيرم أو قسم جيرياتريك ولتجديد هاي الرخصة اتبع إجراءات تجديد الرخصة حسب انت وين ساكن في أي ولاية ومن وين أخذت الرخصة تتذكروا لما جبنا سيرة ممرضين الكنيسة أظن أنه الجزء الثاني أو الثالث تكلمنا عن تشارج نيرسز فيه إش اسمه الميشنري نيرس هذا نفسه تشارج نيرس بس بيكون يشتغل بره الكنيسة وبعض الأحيان بره البلد كلها بره أمريكا اللي هو ممرض الإرساليات التبشرية بيكون بعطينك مهمة معينة بتقعد سنة سنتين في أفريقيا في البرازيل في فيتنام في أي مكان بتروح تقعد مهمتك بتخلصها وبترجع للمستشفى هو نفسه تشارج نيرس بس بره الكنيسة هو عبارة عن إعطاء الرعاية الصحية في مناطق نائية أو غير مخدومة أو حتى خارج الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من بعثة إنسانية أو إرسالية تبشرية ممكن تكون هذا للمسيحيين بس ممكن تكون بتقدم رعاية تمريضية وفي نفس الوقت بتدعو الناس للدين المسيحي عايب تحصل يجب أن يكون معك باكالوروس مع إنكليكس مع تركيز على فهم واحترام معتقدات الآخرين خاصة في دول أخرى يستحسن يكون عندك خبرة بشغل الطوارئ أو بالشغل برى المستشفى اللي بيسموه الفيلد ميديسين والإسعافات الأولية ولو حبيت تسافر يستحسن أنك تتعلم لغة هذاك البلد لو رحت على الكاميرون أو السنجال بدك تتعلم فرنسي لو رحت على بلاد أفريقية ثانية بدك تتعلم هولندي أو برتغالي لو رحت على بلاد أسيوية بدك تتعلم صيني أو كوري أو ياباني وهكذا ولو جيت على بلاد العرب بدك تتعلم عربي طبعا يمكن تحتاج أنك تصدر رخصة ممرد من البلد اللي أنت فيها مع اتباع تعليمات المنظمة نفسها من فحوص طبية وتدريب ووريانتيشن ودورات وغيره ولتجديد الرخصة يجب اتباع تعليمات هاي المنظمة اللي أعطتك الرخصة سواء طوارئ أو غيره ولو عملت خارج أمريكا فلازم تتأكد أن الرخصة الأمريكية ما انتهت صحيح أنت بتشتغل برا أمريكا بس أنت حامل بسبور أمريكي فالرخصة اللي معك لازم ما تكون منتهية النيرس أدفوكيت أو محامي المريض خلينا نسميه زي ما تعلمنا بالجامع الممرض هو محامي عن المريض أنت لازم تتأكد أنه مريضك يتلقى الرعاية الصحية ويفهم كل الوسائل المتاحة ويناقشها ويقول لك هو شو بحب وشو بفضل ويختار الpatient need and preferences مش هيك بنسميها الpatient شو محتاج وشو بفضل في خمسة طرق للعلاج بيقول لك أنا بحبهاي وما بحبهاي بدك تكون حريص على أنه أخذ الاشي اللي بحبه وبفضله وفي نفس الوقت بأسرع وقت الزلمة طاب وبأقل كلفة لازم يكون معك بكالورس إنكليكس يستحسن ماجستر بالتمريض أو بإدارة المستشفيات وبتخذ تدريب في الpatient advocacy والlegal والethical aspects للرعاية الصحية مع خبرة في حقوق المريض يستحسن أخذ رخصة certified patient advocate من الpatient advocate certification board في مجلس تمريدي للمدافعين على حقوق المرضى ولتجديد هذا الرخصة فعدد الدورات طبعا يختلف من ولاية إلى أخرى التخصص اللي استغربته وقلت لك عنه في نهاية الفيديو الماضي اللي هو patient blood management nurse في ممرض شغلته بس يعطيك وحدة الدم ويرجع على مكانه عمله هو تحسين الاستفادة من الدم وتقليل الحاجة لنقل الدم قدر الإمكان وتقليل المضاعفات التي تنتج من إعطاء وحدات الدم عشان تتخصص بهذا التخصص لازم يكون معك baccalorius إنكليكس ولازم تأخذ تدريب متخصص في نقل الدم البلود منيجمنت ولازم يكون معك رخصة من الامريكان سوسيتي for apheresis أو the society for advancement of blood management في مجتمع أو مجلس شغلته بس التقدم والتطور في أطاء الدم والخبرة في أي مكان يعتبر نقل الدم فيه أساسي هو شيء مهم فيستحسن الدوم يا قرفة عبليات يا قسم جراحة يا مستشفى سرطان يا إشي زي هيك برضو في التوليد بنجلو دم كثير ولتجديد الرخصة فعدد الدورات بختلف من ولاية للثانية تخصص الأخير اللي هو تخصص علم السموم أو تمريض السموم لو أنت بدك تختص في إشي اسمه toxicology nurse فأنت شغلك علاج المرضى اللي بتعرضوا لسموم دوائية كيميائية بيئية شو ما كانت تكون عشان تتخصص بهذا التخصص لازم يكون معك باكالوريس وإنكليكس وتدريب متخصص بالسموم ويستحسن مجسير أو دكتوراه في التمريض مع اشتراط خبرة بأي قسم أو منشئة تعالج السموم في إشي اسمه مراكز السموم مفتوحة بس للحالات هاي أو ممكن يكون معك خبرة طوارئ ما في مشكلة تخذ الرخصة من اللي هي المجلس الأمريكي لعلم السموم أو اللي هي المنظمة الأمريكية لمراكز علاج السموم ممكن تخذ رخصة اسمها أخصائي السموم معتمد بعد دراسة وتدريب متخصص في السموم فقط والنجاح في امتحان هم بعملوه لك عشان تجدد هاي الرخصة تاخد عدد من الدورات بختلف منه لايه للثانية كل سنتين أو خمسة حسب انت من من أخدت الرخصة في تخصص بشبه اسمه بويزون انفورميشن سبيشيليست انفورميشن يعني انت بس بتعمل لازم يكون معك تدريب متخصص بالسموم يستحسن ماجستر أو دكتورة بالتمريض مع التركيز على السموم بالذات وتأخذ الرخصة اللي اسمها من برضو لتجديد هاي الرخصة بالذات لازم تاخد عشرين إلى ثلاثين ساعة دورات كل خمس سنوات بتختلف من ولايه للثاني شو بفرج عن اللي قبله هذاك بعالج المريض اللي عنده سم هذا بيعطيه معلومات وبيعمل له هذا غالبا بيشتغل على التلفون بيكون يشتغل فيه مركز سموم انت بتكلمه بتقوله والله بلعت بالغلط سم العلبة مكتوب عليها اسمه كذا وكذا فهو ممكن يقول لك انه السم هذا غير مؤثر ممكن يقول لك خطير جدا اطلع الطوارئ ممكن يقول لك مثلا اشرب كبات حليب هي بتخفف تأثير السم ممكن لو السم مثلا اجع على عينيك يقول لك اخسل وجهك بمية لمدة ربع ساعة أو نص ساعة بعدين اطلب الطوارئ فهو بيدلك لكل نوع سم ايش تعمل جبل ما تطلع على المستشفى بيفرج عن التوكسيكولوجي اللي هو بتروح على الطوارئ بتلاقيه جاعد في الطوارئ مستني الحالات اللي زيك عشان هو متخصص فيها في فيديو قادم ان شاء الله اعملوا باسرع وقت ممكن رح اتكلم لك عن الفنيين اللي في امريكا رح نتكلم عن فن التعقيم رح نتكلم عن فن تخطيط القلب فني تخطيط العصاب فني تخطيط السمع والى اخرين لو انت زهجان من التمريد او لو بتعرف واحد مثلا نجح في الثانوي العام مش حاب يدرس اربع سنين في تخصصات سنين في تخصصات سنتين وبتشتغل على طول انتظرونا في فيديو كيف تصبح فنيا في امريكا لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك جديد اول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته